تطلب منه أن يتحدث على ماذا وكيف ولماذا ربما نسيت أنه معاق ولا يستطيع فعل ذلك لكنه الجوع ما تومئ إلي وضعنا الطيب بموتنا وأنا والمحاوة وقيا أولدي كلني قليل شرعي ضاري وقالي عندما تكون الحياة شائكة بالجوع والمتعب هكذا تحكي الجدة نعمة السبعينية العمر وهو حال مئات الأسر بل الآلاف من أجبرتهم الحرب على النزوح من منطقة الدريهمي بالحديدة هاربا من الموت ومن نجى من رصاص وقذائف الميليشيا لم يفلت من عذابات النزوح هذه لا حصلنا راحتنا لا بدنيا ولا بالآخر الموت خرج ولا ذا الأذاب اللي احنا عايش بموت يقول ذلك ولعلق الصورة الأكثر تعبيرا لواقع الحرب ومعالت إليه أطفال ونساء فروا من مساكنهم بغية العثور على جدار يقيهم الخوف والموت والشعور بآدميتهم المسفوحة وإلى هنا كان لهم أن يتوقفوا عن الركض وتستقر بهم يوميات النزوح نحن من أبناء الحديدة وأبناء هدريمين قصفت الميليشيات لا فوقنا الحديين لا فوقنا بالرصاص والضرب هاربنا بأطفالنا جينا على خط البارح والمخاو مشينا قدام قدام نحن الأطفال حقنا والعجوز والمحاوقة وهذا الهروب من جحيم الميليشيا أو هكذا يمنون أنفسهم بعد أن ساقتهم دروب النزوح إلى مركز محافظة الجوف الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية ربما وجدوا الأمان هنا لكنهم لم يجدوا ما دونه من مأكل ومشرب وسط خاد العراء المفتوح أمام أوجاعهم وخيباتهم الكثيرة وبانتظار يد العون والإغاثة التي وحدك ما ستخفف من معاناتهم كما يقولون هاربنا بعطفالنا لما داخلنا لما القوف ما معانا شلافرشان ولا معانا فراشات ولا معانا مخد اتمنى من أهل المنظمات الدولة فراشات يدون لنا موات قضائية لأطفالنا يدون لنا خيام احنا هلكنا من البارد أطفالنا هلكون من الضماء على هذه الأرض تسيل أوجاع نازحية الحديدة ومثلكم الكثير من تشردوا ونزحوا عن ديارهم فكانت صور المعاناة وفصولها مصيركم الأكثر جرحا في مسرح الحرب المحتدمة في البلد ليبقى السؤال عن النهاية التي عندها يتوقف هذا النزيف الإنساني وينتهي نزوح اليمنيين هاربون من جحيم الميليشيا وإلى هنا كانت وجتكم في سحار الجوف حيث العراء الممتد لسنوات فهل تلتفت المنظمات الإنسانية في مناطق الشرعية لوضعهم أم أنها ستغيبهم في فصول المعاناة والحرماني من جديد على الجرادي قناة بلقيس الجو ترجمة نانسي قنقر